بالبداية الكل دي يسأل ليش مقطع جواني منزل فجواني نزل بحسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بيها أن المقطع راح يتأجل إلى اليوم راح ينزل صراحة برأيي راح يكون أقوى مقطع بهذه السلسلة لدرجة أنه جواني نزل للبرومو ما للمقطع بحسابه بالإنستغرام فنزل هذول الستوريات اللي كان فيها محادثات بينه وبين بيسان اسماعي اللي يفضح بيها أنه كان بيناتهم علاقة حب وهذا يثبت أنه كلام جواني كان فعلا صحيح لمن قال أنه كان بيناتهم علاقة حب هذا المقطع راح أطلكم هذه الستوريات على مودة تشوفوها ولكن بالبداية خليني أقراركم الكلام اللي كاتبي طبعا هذا الستوري كان حاط فيه محادثات بينه وبين بيسان وبنفس الوقت كان كاتب كلش مهم فرح أقراركم هذا الكلام الصراحة ما كنت أتخيل أنه يجي يوم وطلع محادثة أو أي شي خاص بيني وبينك بس كلام كان كتير مستفز قادة تضحك على الناس بعرف أنه اللي عم تحكيه مو منك بس كمان كان مفروض تحترمي كل شي بيننا وما تطلع أي تحكيه صار الوقت أنه إنهي هالمسخرة بس يا حيف على كل شي على الموت قدامك ونسيتي وهذه صور محادثات يا حباي بتقرون توقفون المقطع وتقروها واحدة ووحدة وشوفوا الستوريات دقيقة قبل ما نكمل المقطع بالنسبة للأشخاص اللي راح تشككون بكلام جواني أنه هذه المحادثات كذب فالدليل يا حبايب قدامكم بهذه الصورة إن المحادثات من عام 2019 وبنفس الوقت هناك تسجيلات صوتية البيسان بهذه المحادثات فشوفوا الستوريات روحي ازدرمل أنه يعني أجل عندي وقال لي أنه أنه شخصنا وهدولي كنا من نروح نطلعنا وش اسمه وإجا حبايب تعرفوا شي بعمري ما كنت متخيل أني أحكي عليها أو أطلع شي بيناتنا وأظهر أي شي لما أحكي أن هذا الشي خاص بني بيننا وأنا هي غالي على قلبي كنت أحكيها بصدق لكن بعد آخر فيديو طلعت أنا الوسخ طلعت أنا الوسخ أنا ممنح أنا بكرة تعرفوا في الفيديو كثير شغلات وبتعرفوا منك طلع الوسخ آخر الشي أنا كل الفيديوهات التي نزلتهم نزلتهم على رد اعتبار على الجرادين مثلما يقولوا يحكوا ويعلكوا علي بس أنا بعمري 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 ما كنت أن شريك محادثات بعمري تمام؟ بس خلاصنا خلاصنا شوفي لما كنت أقولك شوفي كل حال يا جما إلى عن أبو السوشال ميلي على أبو الشهرة على أبو المصاري إذا رح تعمل هيك والله أحيب فس وها أيضا يا حباي بصورة محادثة بيننا وبين بيسان كلش قوية حقراركم إياها ما حدا بيقدر ياخد محلك بقلبي وبعيوني وبكل شيء أنت وبس مستحيل حبب قدك تمام؟ لو أنك جنبي كنا بكينا مع بعض بحضن بعض أنا كثير اشتعتلك وبحبك فإلا صراحة الموضوع غريب وفعلا صدمة قوية طبعا بيسان ردت على الموضوع بسببها بالإنستجرام فنزلت ستوري ولكن بعدين حذفت هذا الستوري ولكن اللي لقيت لكم إياه واللي كتبت بي أحلى شيء عملته بحياتك ووفرت عليه إشرح للناس قدي أنت نذد صراحة ما أدريش حذفتها هل ممكن أن تريد تنكر الموضوع ولكن بالستوري يعني أترفت بي نوعا ما عليكم يكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بالموضوع شو رأيكم بالمحادثات اللي طلعها جواني وبس والله كانوا يقفت زين مع السلامة كنت عاوا يقولولي بس ما صديدك حانت يردالوا وقيلت غشي مش قلتني اشتركوا في القناة